اشتركوا في القناة درس او دروس محاسبة التأمينات خدنا اكتر من موضوع قلنا النهاردة نعمل لكم مراجعة شاملة على جزء مهم جدا من محاسبة التأمينات واحنا عارفين ان محاسبة التأمينات فيها جزء نظري وفيها جزء قيود يومية وفيها اكتر من موضوع احنا طبعا قلنا اللم بقى موضوع القيود اليومية اللي انتوا بتقولوا موضوع صعب شوية بالرغم المادة كلها ان شاء الله تبقى كويسة بالنسبة لكم وانتوا دايما متابعينا على قناة التعليم الفني هنا في اه طبعا على اليوتيوب او على قناة التعليم الفني بالتلفزيون المصري بازن الله ياريت ان شاء الله تتابعونا وياريت تستمروا في طرح الاسئلة الخاصة بالمنهج بازن الله احنا معكم دايما فيز افسار خاص بالمد محاسبة تأمينات منقسمة الى عدة موضوعات مهمة جدا والامتحان بيجي ان شاء الله مبسط جدا ويعني هنقول على مستوى الطالب المتوسط ما بيبقاش فيه صعبة او اجزاء صعبة بالعكس محتاج منك ان انت تتضرب على التمارين تتضرب على حال التمارين كتير وكل مرة بنقول لكم وبنبدأ عليكم ان احنا عندنا المحاسبة محتاجة منكم شوية تدريبات وتحل على قد ما تيقدر محاسبة محتاجة مننا ان احنا نبدأ نطبق على كل حاجة بناخدها او اي تمرين يتطبق او ندرسه او موضوع اه بندرسه او موضوع بنبدأ اه نشرحه هنا على القناة تبدأ حضرتك تطبق باستمرار وما تتراكمش عليك الموضوعات كلها تبقى بالنسبة لك الموضوع صعب محاسبة امينات تنقسم الى عدة اجزاء وعدة موضوعات الموضوع الاول الجزء النظري والخاص بي الموضوعات بتاعتنا واحنا قلنا متحنى اخر السنة بيجي ما بين اربع او خمس اسئلة في اسئلة منها نظري اكمل اختار صح وغلط عرف وضح اسكر يعني زي الاسئلة المقالية المتعددة اللي احنا بنشوفها بالاضافة الى اجزاء عملية زي ايه الاجزاء العملية عندنا سؤال عن قيود اليومية وهنشرح النهاردة قولي لما هي موضوعاتها يعني ما بيزدش عن اربع موضوعات اللي هي الاقصاد المباشرة التعويضات والمسددة والعملات ومعهم الارادات المحصلة في شركات التأمين نبزة مختصرة عن شركة التأمين او محاسبة التأمينات دي بتعرفك لو انت شغال في شركة التأمين بعد ان شاء الله متخرج من الدبلوم او تدخل لتلطاحك بجامع او بمعهد انت عايز تعرف لو اشتغلت في شركة التأمين ايه نوع المصرفات والارادات بتاعتك اللي انت بتطبقها في الشركة طيب لو انت بدأت بتفكيرك على حاجة مبسطة ان احنا هنبدأ بداية المنهج بتاعنا عندي شركة التأمين فيه اقصاد بتحصلها وفيه مصرفات بتسددها الشركة هو الموضوع ينقسم الى ارادات المصرفات لو فكرت من غير ما تحفظ وفهمت الموضوع بتاعك بيتم ازاي بقى بنسبة لك سهل جدا ثم ندخل بعد كده لحسابين مهمين جدا حساب الارادات وحساب ارادات المصرفات فرع الحياة وفرع التأمين او فرع الحريق طبعا الاتنين دول حسابين بيجي منهم سؤال قائمة الدخل وبعد كده بتاخد التدفقات النقدية او قائمة التدفقات النقدية ثم الشركات القبضة والتابعة او قائمة المركز المالي الشركة القبضة والتابعة وده منهجنا الست موضوعات اللي احنا قلناهم قيود يومية قائمة الدخل وقائمة مركز مالي معاهم حساب ارادات المصرفات دي تلاتة وبعد كده هناخد على القوائم او قائمة التدفقات النقدية ثم الموضوع الخامس وهو الخاص بالشركة القبضة والتابعة قلنا النهاردة نرجع لكم الأجزاء اللي شرحناها ياريت تتابعونا في الحلقات السابقة اللي احنا شرحناها يعني تبدأوا تتفرجوا عليها عشان خطر تبدأ تلم موضوع الدروي أو موضوعات اللي احنا شرحناها قبل كده عشان يبقى بنسبة لك الموضوع سهل مش محتاج أي صعوب طيب هنبدأ ان شاء الله على بركة الله الموضوع الأول معانا في مراجع على قيود اليومية الخاصة بينا وان شاء الله لو في وقت في الحلقة هنبدأ نشوف الأجزاء التانية اللي احنا ممكن نحلها في امتحان آخر السنة ولما يجي سؤال واحنا بنشرح هنقولك ان شاء الله متوقع من ضمن الأسئلة المهمة جدا قيود اليومية ممكن يجي لها شكلين الشكل الأول تمرين على قيود يومية والشكل التاني ممكن نجيب لك على هيئة جدول أكمل الجدول التالي أو قيود يومية نقصة وانت بتكملها طيب نشوف الأول موضوعاتنا الجزء النظري بتكلم عن ايه ونبدأ نراجع شوية في الجزء النظري بتاعنا وبعد كده نبدأ نشرح لك الجزء العملي الخاص بمحاسبة التأمينات هنبدأ ان شاء الله على اكتر من حلقة نرجع لك الموضوعات كلها عشان تبقى ملمة بموضوعات محاسبة التأمينات للصف التالي للصف التالت التجاري شعب التأمينات يلا ابناء طلب الطالبات الدبلوم التجاري نبدأ على بركة الله بداية موضوعنا والجزء النظري من محاسبة التأمينات طيب نشوف في الاول كده المحاسبة التأمينات للصف التالت شعب التأمينات هنتكلم عن جزء في الاول الجزء النظري جزء النظري لو جاء اللي عرف عقد التأمين وشرحناه اكتر من مرة قلنا عقد يلتزم المؤمن مين هو المؤمن؟ شركة التأمين يبركز بقى دي اول طرف مين يبلتزم؟ المؤمن اللي هو شركة التأمين بمقتضاء ان يؤدي الى المؤمن له او المستفيد المؤمن له الشخص او العميل اللي هو هيأمن على نفسه الذي اشترط التأمين الصالحه مبلغ من المال او ارادا مرتبا او عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث يبقى عقد التأمين عقد من اللي بيلتزم به؟ المؤمن اللي هو شركة التأمين بمقتضاء ان يؤدي الى المؤمن له او المستفيد اللي هو الشخص اللي هو هيأمن على حياته او على اي ممتلكات من ممتلكاته لان انت مرتبا عوض مالي او عوض مالي مبلغ كتعويض اذا وقع حادث او تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط او اي الدفع مالية اخرى يوديها المؤمن له للمؤسسة يعني ده جاي عن طريق قسط بيدفعه المؤمن له اللي هو الشخص المؤمن على نفسه لشركة التأمين اللي هو المؤمن عشان يدينه مبلغ من المال او عوض مالي اذا كان فيه شكل مرتب شهري او اذا كان فيه دفع واحدة مرة واحدة تعويض واحد من التأمين المؤمن بسببه او المؤمن له اللي هو بيدفعه كاقصات خلال الفترة التأمين طب ما هي اركان التأمين اول من ركن من اركان التأمين هو الخطر وما معنى الخطر لو جالي سؤال في الامتحان عرف الخطر اقوله عبارة عن حادثة محتملة الوقوع في المستقبل ولا يتوقف تحقيقها على ارادة احد المتعقدين طب قبل ما نقول نتنقسم الى عبارة عن حادثة محتملة الوقوع في المستقبل يبقى الخطر حادثة محتملة الوقوع في المستقبل وليس الوقت الحالي او الوقت الماضي ولا يتوقف تحقيقها على ارادة احد المتعقدين يعني ما عندش ارادة ان انا ايه مأمن على نفسي هيتقع او هيحصل حاجة معينة وانا متأكد من حدوثه طيب انواع الاخطار خطر اشخاص خطر ممتلكات خطر مسئولية مدنية التلات انواع دول مهمين جدا 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 بتعريفاته لو جيت قلت لك اكمل نقط هو هي التي تصيب الشخص نفسه مباشرة يبقى انا بتكلم على اخطار الاشخاص اخطار الممتلكات وهي التي تصيب ممتلكات الفرض ذاته لو كان عندك منزل مصنع سيارة عندك اي حاجة بتملكها انت مأمن عليها واحنا بنشوف الموضوع ده كتير جدا في تأمين السيارات وتأمين الاشخاص او تأمين السيارات وتأمين الممتلكات الخاصة بيه اختار المسئولية المدنية وهي التي تصيب الغير انت بتأمن في الحالة دي على احد اقاربك او حد تاني او مسئولية مدنية خاصة بيك تصيب الغير بديل تلات تعريفات يبقى الخطر حدثة محتملة لقوع في المستقبل لا يتوقف تحقيقها على ارادة احد المتعاقدين اكمل ما يأتي من انواع الخطر اختار اشخاص اختار ممتلكات اختار مسئولية مدنية ممكن اجيبها لك على هي توصل اختار الاشخاص ايه هي هي التي تصيب الشخص نفسه مباشرة اختار الممتلكات هي التي تصيب ممتلكات الفرد ذاته اختار المسئولية المدنية هي التي تصيب الغير طيب تعالوا بقى كده جزء تاني النوع التاني بتاعنا من انواع الخطر القسطي باول حاجة عندنا عرفناها اسمها الخطر الجزء التاني القسط يمثل المبلغ الذي يلتزم المستأمن بدفعه الى المؤمن مقابل تحمله تبعية المؤمن منه يعني انت دلوقتي حضرتك القسط ده مبلغ انت بتدفعه من اللي بيدفعه العميل الى مين الى شركة التأمين مقابل ايه تبعية الخطر المؤمن منه مقابل حاجة اللي انت مؤمن نفسك عليها طيب رقم ثلاثة اداء المؤمن المؤمن اللي هو طبعا اللي هو الشركة وهو ما يلتزم به المؤمن عند تحقيق الخطر المؤمن منه الاسس الفنية التي يقوم عليها التأمين قلنا التعامل والمشارقة قانون الكسرة العددية المساواة في تحمل نتائج الخطر ما هي المبادئ القانونية للتأمين مبدأ المصلحة التأمينية مهمة جدا المبادئ دي بتجيب تنتحان باستمرار مبدأ المصلحة التأمينية مبدأ التعويض مبدأ الحلول في الحقوق مبدأ منتهى حسن النية مبدأ السبب القريب مبدأ المشاركة ما هي انواع الاستثمارات في شركات التأمين قلنا ايراد العقارات فويد القلوب بضوان وصائق ايرادات اوراق مالية فويد نقدية سابتة بالبنوك خمسة رسوم اصدار وتعديل وصائق والرسوم الاشراف المحصلة او الايرادات الاخرى يبديل استثمارات شركات التأمين يعني الايرادات بتاع شركات التأمين طيب السجلات والحسابات شركات التأمين وعاد تأمين فيها عند سجل الوسائق وفيه عند سجل التعويضات وخدناها قبل كده في حلقات سابقة تعريف كل حاجة سجل الوسائق تقايد به الوسائق المحققة في شركات التأمين سجل التعويضات تقايد به كل المطالبات التي تتحقق فيه شركات التأمين سجل الوسطاء سجل التفاقيات بتسجل فيه كل الاتفاقيات سجل الاموال المخصصة حسابات فروع التأمين ما هي اطراف عقد التأمين تلات اطراف مهمين جدا المؤمن والمؤمن له او الورصة او المستفيدين المؤمن بتمثلها شركة التأمين لسه قلنا من شوية مهم جدا تعريف الحاجات دي ممثلها شركة التأمين التي قامت بابرامي العقد مع الشخص الطبيعي المؤمن له الشخص الطبيعي الذي قامت بابرامي مساركة التأمين مع الشركة تلاتة الورسة او المسافدين اشخاص تم تحديدهم في وسط التأمين يعني مين ينوب عن المؤمن له عن الحصول على التأمين ما هي اقصام مسارك التأمين على الحياة عقود تأمين ضد خطر الوفاة فقط وعقود تأمين في حالة الحياة فقط عقود تأمين ضد خطر الوفاة والحياة نحتاج منك ان انت تكتب الاسئلة دي وتبدأ تحفظها واحنا فهمناها بس دي بتجي لك كاسئلة جبتها لك اكمل اطرف عقد التأمين على الحياة نقط ونقط ونقط جبتها لك وصل جبت لك صح وغلط اي سؤال من ده تتوقع ان ممكن يجي لك في الامتحان بالطريقة اللي احنا بنقولها اختر الاجابة الصحيحة من نيالي الخطر من اسس من اركان التأمين التزام شركة تأمين لقيمة الوثيقة المؤمن له في حالة ما اذا كان الخطر السبب المباشر ده تعريف مبدأ السبب القريب من اهم بيانات عقد التأمين مدة التأمين سجل النقط تقايد بها جميع المطالبات سجل التعوضات المؤمن ولا المؤمن له الشخص الطبيعي الذي قام ببرمو سرقة التأمين طبعا مؤمن له وسائق التأمين العامة التي تغطي ثلاث سنوات او خمس سنوات تسمى وسائق المدة منها من مبالي القانونية تأمين مبدأ المشاركة القصة والتعويض هو المبلغ الالتزم بين المستقبل مدفعه طبعا لا تعريف القصة وخلافه أداة المؤمن ما يلتزم به شركة التأمين عند تحقيق الخطر يعتبر عقد التأمين على الحياة من العقود طويلة الأجل معظم وسائق التأمين العامة وسائق غير محددة القيمة التدفق النقد من بيع أو خسارة وصول السبتة بيساوي النقص في الوصول للتسمرات ونقص خسائر البيع زائد ربح البيع طيب احنا كده برضو في جزء صح وغلط دينا بس برضو هنخليه كده ايه كمراجعة تكملة بتاعتنا احنا نبدأ دلوقتي في الجزء بتاعنا وهو الجزء العملي الخاص بالتمرين القبل ما ابدأ بالتمرين الاول معنا على محاسبة التأمين حابب بس اوضح لكم حاجة معينة لازم انت بتحل التمرين تركزوا معايا شوية كده وانا بقول الكلام ده عندنا جزء نظري جزء نظري خلاص احنا يعتبر شرحنا الجزء النظري معانا وقلنا جزء النظري بيجي فيه اكمل صح وغلط اختار يعني لمنا جزء نظري كتير من المنهج اه يجي لك صح وغلط يجي لك اكمل يجي لك اختار اذا كان اي اختيار عندك من الحاجات دي كلها انت تركز وانت بتحل التمرين بتاعك عشان ما يبقاش بالنسبة لك الموضوع صعب شوية طيب دلوقتي عندنا جزء مهم جدا على الجزء الخاص بقيود اليومية طيب قبل ما ابدأ قود اليومية عايز اوضح لكم حاجة مهم بصوا الدرس عندنا مرتبط باكتر من موضوع يعني اذا كان عندك الدرس بتاعنا في الجزء النظري خلاص شرحناه ويعرفنا النظري بيجي شكله ازاي اذا كان عندك اختار جبت لك اختار صح وغلط اكمل عرف وضح اسكر كل ده لازم انت تبقى ملمي به عشان تضمن درجة كبيرة في الامتحان اه هو مش نص الدرجة اقل من نص الدرجة بس برضو اسئلة مهمة عشان الطلبة المتفاقين او بقية الطلبة لو ربنا كرامه وعايز اجيب مجموعة تركز بكل نقطة بنقولها طيب الجزء التاني على قود اليومية درس قود اليومية ده ما بيجي لكش درس واحد عليه قود واحدة احنا بيجي لنا اكتر من موضوع يعني ايه يعني انا ممكن اجيب لك اقصات مباشر ومعاها تعوضات ومعاها عمولات ومعاها تحصيل ارادات استثمارات او الاستثمارات الخاصة بشركات التأمين ايا كان عندك الموضوع ايه انت مطالب منك كل درس تاخده على حدب القود بتاعته تعمل حاجة كويسة تاخد التمرين تبدأ تحله احنا حلنا دلوقتي التمرين معنا والتمرين بتاعنا احنا حلنا الجزء بتاع التمرين ده طيب انت لما تيجي تحل التمرين محتاج القيود تحفظها خلي كل موضوع لوحده وابدأ حل عليه التمرين حل التمرين اللي احنا حلناه ذاكره كويس احفظ القيود بتاعته مع الفهم طبعا احنا بنفاهمها لك قبل ما تحفظها بعد ما تحفظ القيود وتكتبها مرة واثنين وتلاتة ابدأ حل التمرين تاني مرة لوحدة الخطوة الاخيرة ان انت تبدأ تجيب كتاب المدرسة والامتحانات السنين السابقة ونماذج الكتاب وابدأ احل على الموضوعات لقيت كلمة اقصات مباشرة واحنا من خلال حل التمرين هنقولك ده موضوع كاز بتعرفهم الكلمة او دليل الموضوع بتاعك عن دليل كلمة بيقولك ان ده اقصات ولا تعويضات ولا عمولات نبدأ دلوقتي في الجزء الاول معانا في قيود اليومية وازاي تحل التمرين قيود يومية لو جالك شامل في الامتحان يجيب لكم اكتر من تمرين نبدأ مع بعض كده نركز شوية وتجيب القلم والورقة وتكتب وراي الحاجات دي كلها عشان خاطر تبدأ تفتكرها لو عندك ان انت ان شاء الله كده حافز ودافع ان انت تحل التمرين وتبدأ بالنسبة لك موضوع سهل جدا جدا والله يحتاج منك بس شوية التركيز تمام نبدأ كده ان شاء الله على الموضوع اول في الجزء العملي وقيود اليومية طيب التمرين بيقول ايه جزء العمل التمرين اول فيما يلي العمليات التي تمت بفرع التأمين على الحياة او تكوين الاموال للشركة الاهلية للتأمين خلال عام 2020 بلغ قيمة الاقصات المستحقة 500 الف حصلة 400 وقد بلغ نصيب شركة اعادة تأمين الصادر 100 يبقى ده موضوعين مع بعض اقصات مباشرة الي اسمها اقصات مستحقة واقصات اعادة تأمين صادر اتنين بلغت قيمة تعودات المستحقة 200 الف سدنا منها 180 وبلغ نصيب شركة تعادل تأمين الصادر 40 ادي تاني موضوع بلغت العمولة المستحقة من عاملات الفرع 80 الف سددة للشركة مبلغ مثلا منها 120 الف جنيه احنا كده قبل ما هبدأ قولي اليومية محتاج بس منكم شوية تركيز كده على انا هقوله دلوقتي اول موضوع معانا للاقصات المباشرة الاقصات المباشرة تلت موضوعات في بعض ركز معي بقى كده ازا كنت عايز تفهم التمرين معايا اول حاجة اقصات مباشرة لها قدين يومية يرتبط بيها اقصات مباشرة ده اراد وده يعتبر الاراد اللي الشركة بتحصله من العملة شركات التأمين لما بتاخد فلوس من العملة من هما مأمنين على نفسهم او على ممتلكاتهم بيبدأ عندنا تلت موضوعات ايه الموضوع الاولي الموضوع الاولي يسمى اقصات مباشرة اقصات اعادة تأمين صادر اقصات اعادة تأمين وارد ودول كلهم تمن قد يومية نيجي على الموضوع التاني العمولات عمولات مباشرة او مستحقة وعمولات اعادة تأمين وارد وعمولات اعادة تأمين صادر هتلاقي تشابه كتير ما بينهم بس بيختلف المسهمة هل هي اقصات ولا عمولات ولا تعويضات بصينا كده في الموضوعات بتاع الاقصات والتعويضات والعمولات هتلاقيهم كلهم في حدود اربعة وعشرين قد يومية تمانية كل موضوع منسبة لك لو ذكرت النهاردة الاقصات المباشرة بكرة التعويضات بعد العمولات هيبقى بالنسبة لك جبت نسبة كبيرة جدا من قود اليومية بتاع متحان اخر السنة طيب قبل ما هبدأ دلوقتي معكم عندنا الاقصات المباشرة وبعد كده التعويضات والعمولات ومعهم اقصات اعادة تأمين وارد واقصات اعادة تأمين ايه صادر تعال نشوف كده مع بعض القود اليومية نمسك جزء جزء وركزه معي انا امرقمها رقم واحدة هو الموضوع الاول خمس قيود يومية اول موضوعين او اول قدين خاصين بالاقصات المباشرة وانا وانا بشرحها معاك دلوقتي محتاج منك تركز على الكلام اللي هقوله اقصات مباشرة اللي هي الاقصات اللي بتحصالها شركات التأمين من المؤمن له او من بنسميه العميل طيب لها قدين استحقاق وتحصيل قيد استحقاق بشوف فاناليا كان بره قيد التحصيل بحصل المبلغ من العميل طيب الاقصات دي تعتبر اقصات مباشرة فتعتبر اراد والاقصات المباشرة تعتبر اراد لها الاقصات المستحقة فاناليا اسمها حاجة اسمها اقصات تحت التحصيل لها دلوقتي مبلغ خمسمائة الف جنيه اقصات تحت التحصيل للاقصات المباشرة ده قد اسم مستحقاق معناه ان شركة التأمين لها اقصات مباشرة ولسه هتحصلها اسمها اقصاد تحت التحصيل يبقى القصة لي اقصاد تحت تحصيل ليه عشان لسه ما عملت لهاش تسوية او او دعتها في شركة التأمين يبقى من حساب اقصاد تحت التحصيل لحساب اقصاد مباشر قيد التحصيل لما اجي حصل الاقصاد دي هحصلها في الخزنة او في البنك لو قالك نقدن يبقى من حساب الخزينة لو قالك بشيك يبقى من حساب البنك لو كتبت الخزينة او البنك صح ما فيهاش اي مشكلة. يبقى القيدي التاني من حساب الخزينة او البنك لحساب اقصاد تحت التحصيل. لو ما قالش خزينة او بنك هتقول له هتقول له انت ايه خزينة او بنك. يبقى تاني نقول مع بعض. الاقصاد المباشرة لها قدير. استحقاق وتحصيل. استحقاق وايه? وتحصيل. من حساب اقصاد تحت التحصيل لاقصاد مباشرة. ومن حساب الخزينة او البنك لحساب اقصاد تحت التحصيل ده القيدي الاول. هو المفروض لي خمسمائة الف حصل ربع مية. طيب. وقد بلغت اقصاط اعادة التأمين الصادر مية الف. تمام? اقصاط اعادة التأمين الصادر ليها تلت قيود يومية. اقصاط تحت التحصيل. استحقاق وتسوية واقفال. استحقاق وتسوية واقفال. استحقاق اقصاط اعادة التأمين الصادر. تسوية اقصاط اعادة التأمين الصادر. اقفال اقصاط اعادة التأمين الصادر. نقول لك بقى القيود دلوقتي اقصاط اعادة التأمين الصادر دي ما قصود بها ايه? لو انت خدت مبلغ من الاقصاد دي بتروح تودي للشركة المصرية لعد تأمين دي شركة حكومية مبلغ من الاقصاد اللي حصلتها كتأمين لدى الحكومة. طيب يبقى استحقاق شركة المصرية عادة تأمين دينا بالقصة اللي انت حصلته. انت كده كشركة تأمين مدين باقصات اعادة تأمين صادر لازم تدفع للشركة المصرية عادة تأمين مبلغ مية الف. ده اسمه استحقاق. طب لما تيجي بتعمل تسوية. شركة المصرية لعادة تأمين بتاخد الفلوس من المال احتياط لعملات اعادة تأمين من شركتنا احنا بقى. يبقى الشركة المصرية كده لعادة تأمين خادت المبلغ اللي هو مية الف. من حساب الشركة المصرية لعادة تأمين للمال احتياط لعملات اعادة تأمين. يبقى الشركة المصرية لعادة تأمين. احنا لاحظنا ان هي جاية في التمرين دينا. وبعد كده بقت مدينة ثم بعد كده الاقصاط المباشرة المفروض انك تقفل اقصاط اعادة تأمين دي مع الاقصاط المباشرة يبقى الاقصاط المباشرة خدت منها مبلغ ففي الاساس كانت مدينة عشان هيطلع منها جزء الى شركات التأمين يبقى نقول القيود تاني مع بعض استحقاق تسوية واقفال الاستحقاق بنقوله من حساب اقصاط اعادة تأمين صادر للشركة المصرية للاعادة تأمين بعد كده الشركة المصرية العادة تأمين تعمل تسوية تاخد المبلغ من مال الاحتياط لعملات عادة تأمين ده من الشركة التأمين نفسها ودي الشركة المصرية العادة تأمين دي لها الشركة ايه الشركة الحكومية التي تحصل على مبلغ من عادة تأمين صادر كتأمين لديها لشركات التأمين ثم بعد كده أقصات عادة تأمين صادر بيبقى داين بمبلغ القسط في الأقصات المباشرة ابدأ بالقلم والورقة قادي الموضوع الاولاني الاقصاط المباشرة خمس قوة يومية طب احنا لو جينا كده على التمرين قرينا التمرين رقم اتنين كده واحد خلصتها بلغت التعوضات المستحقة وكلمة مستحقة يعني مباشرة برضو مفيش مشكلة تعوضات دي عن هذا العام متين قلب سددة منها شوف كلمة ايه هنا في الاقصاط المستحقة حصلة منها شوف التعوضات سددة منها تحصل يعني احنا عارفين ان ده ايراد اتسدد يعني عارفين ان ده مصروف وقد بلغ نصيب شركة اعادة تأمين الصادر مبلغ اربعين الف جنيه طبعا يبقى دي تعوضات وتعوضات اعادة تأمين صادر خلصنا كده الاقصاط نيجي على القيد التاني التعوضات خمس قيود يومية احنا خدنا خمسة ودي خمسة تاني معنا هم يبقى عندنا كده القيود عشر قيود يومية طب التعوضات لها قدين قيد استحقاق وقيد سداد قيد استحقاق وقيد سداد التعوضات دي بتروح لمين لجاري المؤمن لهم اللي هم الافراد اللي مؤمنين على نفسهم بياخدوا منك تعويد مقابل ان هم سددوا اقصاط خلال فترة معينة او خلال مدة معينة يبقى هم دلوقتي تعوضات دي مدينة ليه لان شركة التأمين هتدفعها فبثبتها الاول بقيد استحقاق من حساب التعوضات لجاري المؤمن لهم من هم الجاري المؤمن لهم اللي هم مؤمنين على نفسهم طيب بعد كده بروح اسددها من البنك فالبنك بيقل فبيبقى داين الناس اللي فهم المحاسبة بتاعت قوله وتانية البنك قال مين اللي خد الفلوس جاري المؤمن لهم يبقى كده عملت قيد استحقاق وقيد ايه سداد دايما قيد استحقاق تعرف ان المبلغ بتاعك لو كان مصروف بيبقى مدين ولو كان اراب بيبقى داين زي القيد اللي فات في التمرين اللي فات قلنا الاقصاط المباشرة او اقصاط مباشرة كانت ايه في اول قيد كانت داينة عشان بس تركز في القيد بتاعها طيب بعد كده في اقصاط او تعوضات اعادة تأمين اه وارد اقصاط على التأمين صادر اسم واقصاط اعادة تأمين صادر تلت قيود يومية دا بقى بيرجع لك انت من شركة اعادات التأمين شركات اعادة تأمين لتعاوضات اعادة تأمين الصادر وبعد كده ده قد اثبات ثم تحصيل من حساب المال لاحتياط العمليات اعادة تأمين لشركة اعادة التأمين باربعين الف وبعد كده من حساب تعاوضات اعادة تأمين الصادر للتعاوضات التعاوضات اعادة تأمين الصادر ده مبلغ مدين انت بتدفعه كشركة تعتبر بنسبة لك فيه الاخر اثب الف بقت داينة كده خلصنا التعويضات المباشرة وتعويضات اعادة تأمين صادر يبقى تاني بس معلشها رجعها تاني لما يجي يقول لك تعويضات مباشرة او مستحقة بنعمل لها قدين استحقاق وسداد بنحساب التعويضات لجال المؤمن لهم من جال المؤمن لهم للبنك صعب القيد بنش صعب لو انت جبت قلم ورقة او كتبتها مرة واثنين هتحفظه خلي كل موضوع لوحده خلي كل درس لوحده حل عليه اكتر من تمرين هتلاقي ان شاء الله الموضوع معك مباشر وسهل جدا طيب بعد كده شركات اعادة تأمين لحساب تعويضات اعادة تأمين صادر ومن مال الاحتياط لعملات اعادة تأمين لشركات اعادة تأمين طيب واخر قيد معانا اللي هو من حساب تعويضات اعادة تأمين صادر للتعويضات اقفال تعويضات اعادة تأمين الصادر وكده يبقى انت رجعت الجزء المهم جدا على التعويضات وعايز راجع تاني معكم الايه? التمرين بتاعنا. قال لي اخر حاجة. بلغت العمولات المستحقة. العمولة اللي انت هتدفعها المين بقى? بتدفع العمولة للمنتجين والوكلاء. وسددت للشركة منها الى المنتجين ستين الف. وبلغنا نسيب شركة اعاد تعميل الصدر منها عشرين الف. طيب احنا كده خلصنا رقم اتنين. تعال على رقم تلاتة اللي هي العمولات. ايه عمولات دي لها حضرتك عندنا قيودين يومية. وعملات اعاد تعميل صادر لها عندك بالزبط كده حوالي تلات قيود يومية. فاحنا كده بنتكلم في خمس قيود يومية. يبقى انت عندك تعويضات. اجور وعملات. دي اعتبر استحقاق وسداد. نفس بالزبط التعويضات. بس ببنان ما نقوله تعويضات بنقوله اجور وعملات. ممكن اجور وعملات تبقى بالنسبة لنا حاجة تانية. انا اقول له اجور وعملات دلوقتي. تبقى بالنسبة لنا مثلا لعملات. تبقى العملات هي الاجور والعملات. انت بتدي الوكلة مقابل ان هما بيجيبو لك عملاء. عملاء للشركة. لشركة التأمين. فبتديهم ايه? عمولة. العمولة بتاعتهم دي تمانين الف. سد ده منها ستين. من هما المستحقين للعمولة? الوكلاء والمنتجين. استحقاق وسداد. الوكلاء من المنتجين خدف لسهم من البنك. فالبنك قل. في عندي عمولة اعادة تأمين صادر. فبنقوله من شركة اعادة تأمين لعمولة اعادة تأمين صادر. ومن الخزنة والبنك لشركات اعادة تأمين ده تحصل جزء من العمولة عشرين الف. ومن حسب عمولة اعادة تأمين يحمل او يقفل مع حساب ايرادات ومصروعات فرع تأمين الحياة لان ده يعتبر عمولة لنحن كشركة تأمين. يبقى انت ملاحظ ان دي مصروف ولكن الصدر بيبقى اراد. اعكس دايما في موضوع الصدر ده يعني لو انا عندي اقصات مباشرة وفيها اقصات اعاد تأمين صدر اقصات المباشرة اراد يبقى اقصات اعاد تأمين صدر مصروف. بتبقى عكسها على طول. الوارد بيبقى مشابه للجملة. يعني الاقصات المباشرة لو احنا عندنا اقصات اعاد تأمين وارد بيبقى ايه? مشابه للجملة بتاعتنا. كده خلصنا الجزء او التمرين بتاعنا في الدرس الخاص بالقيود الخاصة بالاقصاد بتاعتنا طيب احنا من مرة نفسنا دلوقتي على قود اليومية وازاي عندك الدروس تحلها يبقى هنقول تاني الاقصاد المباشرة مع اقصاد اعادة تأمين وارد واقصاد اعادة تأمين صادر العمولات المباشرة مع عمولة اعادة تأمين وارد وعمولة اعادة تأمين صادر التعويضات المباشرة او المستحقة كلها ببقى برضو نفس الاسم مستحقة فيها تعويضات اعادة تأمين صادر وتعويضات قاعدت تأمين ورد. انت كل حاجة من دول محتاج منك شوية تركيز بس تمسك قلم ورقة وتكتبهم. خدنا النهاردة خمساشر قيد يومية مثلا. لو انت كده بتناجع تلات دروس ممكن انت تدرسهم في المدرسة. او انت بيتشرح لك في شهر. شهر مش بالنسبة لك. لو انت خدت كل اسبوع او كل تلات اربعة ايام خمس قويد على الدرس الاولاني. احفظهم. وابدأ اطبق عليهم الموضوع سهل مش صعب. برضو تمرين تانية على الجزء الخاص بالقيود اليومية. عشان بس تركز وتشوف الشكل المتحمل يجي ازاي والافكار الموجودة معك. تقدر تحلها بانية طريقة. والقيود محتاجة. يعتبر احنا احنا بنسبة لنا موضوع سهل. انما بنسبة لك كطالب هو اصعب جزء عندك جزء قيود اليومية. بقيت المنهج الحمد لله. جاي مباشر جاي سهل. يعني احنا بنقول اه ما فيش تغيير حاجات مباشرة الحمد لله. اه بتيجي الحاجات كلها مباشرة والناس يعني المفقود سادة المستشارين بيرعوا ظروف الطالب ان الموضوع ما يبقاش فيه صعوبة. ما يبقاش فيه فكرة صعبة. بس محتاجة منك طالب تفكر تجيب التمرين ازاي وتحيله ازاي. يبقى عندك عقلية متدربة عقلية متطورة. تبدأ تفكر ان انت ممكن يجي لك لامتحان باي شكل من الاشكال. سواء ازا كنت بشح لكم ضرائب لشعب ادارة او هنا تأمينات لشعب التأمينات. طيب. كده خلصنا تمرين اولاني عايزين ندخل على التمرين التاني وشوف طريقة حلو ازاي. سهلا مفقاش اي مشكلة. محتاجة منك بس شوية تركيز يعني كتابة. مذاكرة. اه اقرص على نفسك شوية الفترة اللي جاية خلاص. ان شاء الله داخلين كده على الترمي التاني قربنا. فيبقى بنسبة لك لما اعود كده اخلي الحاجة الاخر السنة هتبقى بنسبة لك الموضوع صعب شوية. تمام? ده الجزء الخاص بقودة اليومية. نكمل بقية التمرين بتاعنا بتمرين جديد عن قيود اليومية ونشوف طريقة التمرين بتحل ازاي? وخطوات حلو بتتم ازاي? طيب. العملات الاتية تمت في احدى شركات التأمين. جملة التعويضات المختلفة. خمسة وتمين الف سددة نقط. ادي التعويضات. اقصات اعادة التأمين الصادر خمسة خمسين سد ده منها اتنين وتلاتين. اقصات مباشرة خمسة وسبعين حصلة منها اربعين. عمولات اعادة تأمين الورد سبعة وعشرين سد ده منها عشر. العمولات المباشرة. اه طلع تمانية وعشرين سد ده منها بعد خصم الف جنيه ضريب والفين جنيه تأمين له هيئة الرقابة المصرية. فوض القروض المستحقة. رسوم الاشراف المسددة. تعال نشوف المصروفات المختلفة في التمرين تتحل ازاي? جملة التعويضات المختلفة. نبدأ باول تمانين اول جزء معنا. جملة التعويضات احنا بنعمل التعويضات ليها قدين يومية. من التعويضات لجالي المؤمن لهم. لسه حالين زيه. ومن جالي المؤمن لهم لحساب البنك. قادي التعويضات بتاعتنا. وفي نفس القد يقول لي ايه بقى في التمرين? اقصاط اعادة التأمين الصادر. تمام? سد ده منها اتنين وتلاتين. طيب. اقصاط اعادة تأمين الصادر. ايه بدي اقصاط اعادة تأمين الصادر خمسة وخمسين لحساب الشركة المصري العادة التأمين استحقاق بخمسة وخمسين الف. سد ده منها لشركة التأمين. شركة المصري العادة تأمين للمال الاحتياط للعملات التأمين اتنين وتلاتين. وهتقفلها بالمبلغ بتاع الاقصاد خمسة خمسين الف من حساب الشركة المصري العادة تأمين للمال الاحتياط للعملات التأمين باتنين وتلاتين. ومن حساب اقصات مباشرة لاقصات اعادة تأمين صادر لاحظ ان التعويضات رقم واحد اهو. والاقصات اعادة تأمين الصادر رقم اتنين. جبنا كل جزئية برقم عشان تعرف تفرق ايه القيود دي بتاعت ايه? ودي بتاعت ايه? طيب. لو خدتها كجزء كده مذاكرة وركزت فيها هيبقى بالنسبة لك الموضوع سهل جدا مش محتاج اي صعوب. طيب. نرجع للتمانين بتاعنا رقم تلاتة. اقصات مباشرة خمسة وسبعين تحصل منها ربعين. لها قد ايه? عمولة اعادة تأمين وارد. دي العملاتة هو. سبعة وعشرين تسدد منها عشر. تعالوا كده ناخد رقم تلاتة. طيب. اقصات مباشرة ليه قدير لسه ايه لهم? من حساب اقصات تحت التحصيل لحساب اقصات مباشرة. ومن حساب البنك لحساب اقصات تحت التحصيل. اسم مستحقاق وتحصيل خمسة وسبعين تحصل اربعين. يبا هو المفروض ان هو هيحصل اقصات خمسة سبعين الف بس حصل اربعين الف بس فين? في البنك. طيب. وبعد كده عمولة اعادة تأمين وارد. يبا دي مش اقصات اهو? دي عمولات. لها تلات قد يومية. عشان دي جديدة علينا اثبات وسداد واقفال. من حساب عمولة اعادة تأمين وارد. دي عمولة جيالي من شركة تبعة للشركة بتاعتنا. ده ارادة يعتبر بالنسبة لنا ده مصروف. عشان عمولة تأمين وارد احنا بندفعها. والوارد يعتبر برضو نفس كلمة العمولة. يبقى عمولة عمولة تأمين وارد هتاخدها من صحقة لشركة التأمين المتنازلة محليا. وشركة التأمين المتنازلة محليا هتصرف المبلغ من البنك. بس تصرف عشر تلاف. ومن حساب اجورة عمولات لعمولة تأمين وارد بنقفل اجورة لعمولات لعمولات تأمين وارد بكم? بسبعة وعشرين الف جنيه. طيب. رقم اه خمسة العمولات المباشرة. تمانية وعشرين الف تسدد منها الف بعد خصم الف جنيه ضرايب فوضل القروض نكمل بقى بعد كده رقم الخمسة بتاعنا الجزء بتاعنا ايه? تعالوا بقى كده بصوا قالوا جروع عمولات الحساب لوكلات استحققوا لعمولة بتمانية وعشرين. تسدد منها للوكلة عشرة. يبقى الوكلات والمنتجين هياخدوا عشر تلف. بس بعد ما سابقه بقى. بعد ما ترك ضرايب الف وتأمينات الفين يبقى هياخد من خزنة سبعة. يبقى الوكلة والمنتجين ليهم عشرة. ممكن يسيبوا مبلغ للضرايب هو قال لي في التمرين سداد العمولات بعد ان هما تخصم منهم ضرايب الف والتأمينات الفين هي تبقى سبعة. تحصيل الفوائد ليه تلات قيود. الفوائد بتاعتنا. قال لي فوائد القروض. من خزنة لفوائد قروض للغير ديه تحصيل الفوائد. ومن فوائد قروض للغير لصف الداخل من السسمار اغفال الفوائد. يبقى ده تحصيل فوائد داين. فوائد القروض دي داينة. انت بتحصيلها. تمام? ده تحصيل. ثم بتقفلها مع صف الداخل من السسمار. وتبدأ بعد كده تقول له رسوم اشراف مدفوعة للهيئة المصرية العامة على التأمين. استحقاق رسوم الاشراف في اتناشر الف. ده قدين. ومن الهيئة المصرية العامة للقاب على التأمين لحساب البنك. ده قدين. وبعد كده طبعا ده قد التالت بتاعه. من حساب ارادات المصروفات فرق التأمين على الحياة. الرسوم اشراف مدفوعة. يبقى انا حصلت اراد وحصلت فوائد اراد. ودفعت رسوم اصدار للهيئة المصرية للرقابة على التأمين. وده يعتبر بنسبة لنا الجزء التاني من التمرين. طيب احنا كده برضو في صدد ان احنا نعمل تمرين تالت على الارادات والمصرفات بتاعتنا عشان يبقى انت ملم بكافة انواع القيود بتاعتنا. خدنا العمولات. خدنا المصرفات. خدنا السادات. خدنا الحاجات دي كلها. دي كلها حاجات مباشرة. حاجات سهلة بالنسبة لنا. مش صعبة. محتاجة منك بس شوية تركيز. هنبدأ بتمرين تالت على قود اليومية. وتبدأ تركز معي فيه على القيود ازاي تحل التمارين بتاعتك. عشان يبقى بالنسبة لك لعملية سهلة. مش محتاجة اي صعوبة. متكررة الحاجات. متكررة الاسئلة. نشوف بس لو في افكار جديدة. يبقى احنا كده ايه? بازن الله نكون نمينا كل الجزء الخاص بقود اليومية عشان خلال الفترة جاي نبدأ ايه في موضوعات جديدة في محاسبة التأمينات. طب نشوف تده التامنين بيقول ايه معنا? ونبدأ نحيله ازاي? العمالات الاتية تمت في احدى شركات التأمين على الحياة. المخاصصات الفنية. آآ مخصص مال احتياطي. ده مش قود يومية. ده خاص تقريبا الجزء الخاص بحساب ارادات ومصرفات فرع الحياة. بص. ده التامنين بتاعه. المطلوب حساب ارادات ومصرفات فرع الحياة عن السنة. عندنا حسابين? حساب فرع الحياة والحساب التاني حساب التأمين ضد الحريق. المخاصصات الفنية في واحد واحد عشرين كانت خمسمائة الف المال احتياطي تلتمائة الف. وبعد كده اقصات المباشرة اقصات اعادة تأمين وارد. اقصات اعادة تأمين صادر رسوم اشراف مدفوعة ومصرفات عمومية تعودات مباشرة تعودات اعادة تأمين وارد وتعودات اعادة تأمين صادر رسوم اشراف مدفوعة عمولات مباشرة ورسوم اصدار وصائق كل دي بيانات احنا بنقول التمرين بتاعنا سهل جدا مش محتاج اي حاجة محتاج منك بس هتراجع وان شاء الله في حلقة تانية بعد كده هنشرح لكم حساب ارادات ومصرفات فرق الحياة ونبدأ نبص كده نساعد لكم بس الشكل بتاع الجدول في كتاب المدرسة موجود ايه اللي بيتكتب في حساب ارادات ومصرفات فرق الحياة اما مصرفات واما ارادات والجزء بتاعنا خاص به العملية الخاصة بحساب ارادات ومصرفات محتاج من شرح شرح وافل الموضوع ده وشرحنا في حلقات سابقة فهنخلي ان شاء الله للحلقة الجاية عشان حلقتنا انتهت ان شاء الله بازن الله يا رب نكون كده وفقنا في توصيل معلومة لكم في الجزء الخاص به قيد اليومية وان شاء الله في حلقة تانية هنبدأ الجزء الخاص بحسب إرادات ومصروفات فرع الحياة والتأمين ضد الحريق نبدأ نشرحه تاني إن شاء الله إحنا بنتمنى إن إحنا نكون قدرنا نوصل لكم المعلومة الخاصة بدرس النهاردة درس القيود اليومية التعويضات والأقصات والعملات والإرادات دي كلها خاصة بالسؤال الأول يا رب إن شاء الله نتمنى لكم كلكم التوفيق والنجاح كان معكم أستاذ مصن الشريف معلم خبير بوزاة التربيع والتعليم والسلام عليكم اشتركوا في القناة